أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فيوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة ويوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس يجتمع في عامنا هذا عرفة في الخميس يوم يكفر سنتين في يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله بعد غد هو الموعد نسأل الله أن يبلغنا وإياكم يوم عظيم تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات وتغفر فيه الزلات ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات يوم عظيم عظم الله شأنه ورفع على الأيام قدرة تعتق فيه الرقاب وترتفع الأعمال للعلي الوهاب ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم وقال أيضا إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبراء رواه أحمد يدركه الحاج ولو جاء قبل فجر يوم مزدلفة يوم العاشر بلحظة لو دخل حدود عرفات قبل فجر يوم عشر بلحظة أدرك عرفة هذا اليوم يوم عرف يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على المسلمين ونزل فيه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رواه البخاري ومسلم ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم يعرفه وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب إنه يوم إكمال الدين وإتمام نعمة رب العالمين وفيه نزل الروح الأمين على قلب محمد إمام المرسلين به اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عيد لأهل الموقف كما قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وكذلك فإنه من مفاخر المسلمين قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب رواه أبو داود والترمي بي وهذا بالنسبة للحجاج أما بالنسبة لأهل البلدان فيشرع لهم أن يصوموا يوم عرفة وأما يوم النحر وأيام التشريق فهي كلها أيام أكل وشرب للمسلمين في جميع أنحاء العالم سواء الحجاج أو غير الحجاج لا يجوز صيامها من فضاء العرفة أنه يوم أقسم الله به والعظيم لا يقسم إلا بعظيم فقال تعالى وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ فَهُوَ الْمَشْهُودٍ فقوله تعالى في السورة اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة والحديث رواه الترمذي وحديث حسن يتأكد صيام هذا اليوم على أهل البلدان بقوله عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعده وعرفة هو اليوم قبل الأخير من أيام العشر فالزمن فاضل والعمر يولي والأنفاس معدودة والأعمار محدودة والمؤمن يبادل لاغتنام الساعات ويسارع إلى مرضات رب البريات وصيام عرفة لغير الحاج والحاج يشرع له الفطر اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف بعرفة وشربة وشربة والناس ينظرون إليه وذلك تعليما منه للحجاج ليتقووا على الذكر والدعاء عشية ذلك اليوم وفي صيام يوم عرفة لأهل البلدان تكفير سنتين ويوم العيد وأيام التشريق لا يجوز صيامها إلا للحاج الذي لم يجد الهدي يجوز أن يصوم في أيام التشريق أما العيد فلا وربك يخلق ما يشاء ويختار فلا يجوز للحاج أن يصوم أياما فاضلة ولو الاثنين والخميس إذا وافقت أيام التشريق ومع أن اليوم الثالث عشر من أيام البيض لكن لا يصوم لأنه من أيام التشريق ولا بأس للمسافر غير الحاج أن يصوم عرفة ما لم يشق عليه ومن منعه العذر من صيام عرفة كالمريض والحائض والمرضع والنفساء فإنه يؤجر على نيته لأنه عجز وهو يريد لكن عاجز طيب هذا الذي يصوم من أهل البلدان يصومون عرفة ماذا يشترط لإتمام الأجري أن ينوع الصيام من الليل ولو تسحر فالسحور نية وقد كان الصحابة يحرصون على تصويم أطفالهم في مثل هذه المناسبات العظيمة ليعتادوا الطاعات ويعظموا شعائر الله ونذكر بحفظ الجوارح عن المحرمات إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له رواه أبو يعلى وحديث صحيح كيف يطمع في العتق من النار من هو مصر على الكبائر وعصيان الجبار وكيف يرجو مغفرة الذنوب من يبارز بالمعاصي علام الغيوب وكذلك يسن فيه الإكثار من التهليل والتكبير أما الحجاج التلبية بالإضافة إلى ذلك وكذلك في عرف الإكثار من الدعاء بالمغفرة والعتق فإنه مشهد عظيم ليس في الدنيا بإنثله لا يأتي في العام إلا مرة وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن العتق من النار في يوم عرف عام لجميع المسلمين وليس خاصا بالحجاج فقال ومن وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار فهنيئا للجميع بقول النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة وهذا من منة الله علينا وفضله يؤتيه من يشاء ومن تمنى الحج فحبسه العذر فليبشر بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم حبسهم العذر يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راحة من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم بحقه لله الذي عرفه ومن عجز عن الببيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة من قربه إليه وأزلفه ومن لم يقدر على نحر هديه بمنا فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنا ومن لم يصل إلى البيت العتيق لكونه منه بعيد فليقصد رب البيت الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد الدعاء الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرف وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وظاهر هذا الحديث أن فضل يوم عرفة لمن كان في عرفة وفي باقي البقاء أيضا وأن الفضل لليوم وأن الدعاء عام للحجاج وغيرهم ولكن من كان في عرفة له ميزة فقد جمع بين فضل المكان والزمن فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعة في الذكر والدعاء وقراءة القرآن ويأتي بأنواع الأذكار ويدعو لنفسه ووالديه وأقاربه ومشايخه وإخوانه وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هذا يوم لا يمكن تداركه إذا ذهب لا يعود إلا بعد سنة لقد شرع الله لنا الدعاء ووعدنا بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وبالدعاء تتحقق عبودية الله كما في الحديث الدعاء هو العبادة هذا تعلق القلب بالله والافتقار إلى الله وعدم الالتفات لغيره وكلما قوي طمع العبد في فضل الله لقضاء حاجة أو دفع ضرورة قويت عبودية له وقد كان للأنبياء شأن مع الدعاء فهم أهل التجاء إلى الله ينزلون به حوائجهم وهذا أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وزكريا لما قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين والنبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى المشركين يوم بدر وهم ألف وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وتسعة عشر استقبل القبلة فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين رواه مسلم سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد قضاءه وأعجز الناس من عجز عن الدعاء وأدناهم همة من تخلف عن النداء ناده يا مسلم إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء الصحيح فإن الإجابة معه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وحد ربك في الدعاء ناشده باسمه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شرك له أثني عليه امدحه بأسمائه وصلي على نبيه دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعوه استقبل القبلة استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه رواه مسلم لا تلتفت لا بقلبك ولا بوجهك فبعض الناس يرفع يديه وينظر هنا وهنا اعزم في المسألة واجزم في الطلب لا يقول لنا أحدكم الله مغفر لي إن شئت الله مرحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له رواه البخاني ومسلم ألح كرر اطرق الباب مرارا كان عليه الصلاة والسلام إذا دع دع ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا رواه مسلم كرروا ألح حتى لو خمس وسبع كلما كرر الإنسان ألح كان أقرب للإجابة اعترف بالذنب قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تضرع سؤال مع ذل سؤال مع خوف وخشية اخشع ليكن عندك رغبة فيما عنده ورهبة منه ادعوا ربكم تضرعا وخفية طيب مأكلكم اشربكم البسك فأكلوا الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء هات جوامع الكلم هات من أدعية نبيك يا مسلم هات من أدعية نبيك يا عبد الله تحرأ أوقات الإجابة في جوف الليل يتنزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه البخاري أقرب ما يكون العب من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم الاكثار من ذكر الله أيضا في هذه الأيام في يوم عرفة حتى الحجاج يقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تحيى الأرواح بذكر الله وتسعد النفوس بذكر الله وكذلك تنتعش القلوب بذكر خالقها الذي فطرها ومولاها الذي أنشأها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ذكر الله يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويحط الخطايا ويطهر القلب ويدفع النقم ويجلب النعم هو قوت القلوب وقرة العيون هو للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فقد الماء ولذكر الله أكبر أكبر من كل شيء عليك بذكر الله في كل لحظة فما خاب عبد للمهيم يذكر لو يعلم العبد ما في الذكر من شرف أمضى الحياة بتسبيح وتهليلي سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني من الطرابها وتحف الملائكة أهل الذكر وتغشاهم الرحمة مثل الذي يذكر رب والذي لا يذكر رب مثل الحي والميت لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فهذا الذكر هو العباد المطلوب بلا حد ولا حصر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ما حده بحد لم يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما إلا الذكر ولم يعذر أحدا في تركه فقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر في السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والمرض والسر والعلانية هذه الأذكار الآن الآن في العشر غاية في الأهمية تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم كم تضيع منا أوقات انتظار في العيادات في المحلات وكذلك مشاوير في السيارات أشياء كثيرة جدا من الأوقات تضيع لو جعلنا فيها ذكر الله كم سيكون لنا من الأجر ترجمة نانسي قنقر